لازم نبدأ نشتغل وستاذ محمد بدأ بالصناعة القوية نقطة الصفر نبدأ منين بعد افتتاح محور قناة السويس هبدأ منين هبدأ بإيه؟ شوفي أنا عايز أقولك حاجة برضو أنا يعني خليني أغرض خارج السرب شوي الناس كلها بتطبل وبتزمر وبترقص ومفسوطين ودي يمكن أحد الحاجات اللي هي التفريعة بتاعة قناة السويس أنا برضو مش عايز أسميها قناة السويس الجديدة والناس تفرض في أنها تبقى قناة موزلة القناة القديمة هي تفريعة زي أربع خمس تفريعات آخرين موجودين ما هيش يعني مش تاني يوم هنلاقي المراكب دخلت والدنيا بتاعت هي إذا كانت نجحت في حاجة الحقيقة نجحت في حاجتين أو في ثلاث حاجات الحاجة الأولينية إن إحنا إذا حطينا حاجة في دماغنا بنعملها وبنعملها في الوقت المناسب المصري قادر على أن ينفس في الوقت المناسب اتنين لفتت أنظار العالم إلى المنطقة يعني النهاردة فيه احتفالية بكرة وكلام من ده ده مش بسبب يعني لو أي حد عمل دراسة جدوى للتفريع الوحدها ملهاش أي عائد أو مرضود اقتصادي في المدى القصير يعني على مدى 50 سنة ولا 60 سنة هيجي عائد منها زي ما عملنا القناة زمان أجدادنا عملوها ما ابتداش العائد منها تاني يوم ابتدت مع الوقت بتتطور إنما لو عملت cost benefit analysis لا ما فيش عائد اقتصادي أو مالي لهذا الموضوع العائد الأهم أنه فيه لفتت نظر العالم إلى هذه المساحة فيه احتفالية كبيرة فيه ناس جاي من كل دول العالم ابتدت يبقى فيه مشروعات تنموية ودي أول حد يفكر فيها طبعا أو أحد يفكر في تنفيذها لأنها كانت موضوع قديم لكن أن نعمل صناعات مغزية للملاحة البحرية تصنيع زراعي وتعليب وكلام من ده خدمة تموين سفن الكلام ده كله أول حد فكر أنه هو بتدي ينفزه السيسي وأعتقد أنه هو دي الجايزة اللي لازم حيزروح للشعب مش قناة السويس مش التفريع تشغيل الناس عائد مردود سريع أنا أعتقد أن الاحتفالية دي هتبقى أكبر منها كمان مرة أو مرتين لو كمان خمس سنين أو سبع سنين بعد ما هنشوف على الأقل عشر عشرين مشروع جداد على قناة السويس بيشغلوا مصريين وبيساهموا في زيادة نموه ناتج قومي أكتر بكتير قوي من أننا معتمدين على سفينة أو سفنتين حاجوننا زيادة في اليوم